موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ووقاتكم أزائي طلاب وطالبات الصف السادس نستكمل وإياكم استعراض دروسنا من وحدة الهندسة ونبدأ درسا جديدا وهما مجموع قياسات زوايا المثلث لإيجاد مجموع قياسات زوايا المثلث سنستكشف ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى سنقص مثلثا من الورق كما هو موضح في الشكل التالي ونسمي الزوايا أو نرقمها بالأرقام واحد اثنان ثلاثة في خطوتنا الثانية سنقوم بقص المثلث بحيث تحصل على ثلاثة أجزاء يتضمن كل منها إحدى الزوايا الثلاثة للمثلث بالشكل الموضح أمامنا ثم نعيد ترتيب الأجزاء بحيث تشكل الزوايا الثلاث زاوية مستقيمة وبما أن الزاوية المستقيمة تساوي قياسها 180 درجة فإن مجموع الزوايا الثلاث قياسات الزوايا الثلاث للمثلث هي 180 درجة ومنه نستكشف أن أي مثلث مجموع قياسات الزوايا الداخلية لهذا المثلث هو 180 درجة وهي القاعدة الأساسية التي سنعتمد عليها في درسنا لهذا اليوم في مثالنا الأول أوجد قياس الزاوية المجهولة في هذا المثلث نلاحظ أن أحد الزوايا قياسها 30 درجة والزاوية الأخرى منفرجة وقياسها 100 درجة أما الزاوية الثالثة فهي زاوية مجهولة القياس ولإيجادها نتبع قاعدة مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة نسمي الزاوية المجهولة بأي حرف وليكن سين لإيجاد قياسها نقوم بجمع الزاويتين المعلومتين 30 درجة و100 درجة ونطرح هذا المجموع من المجموع الكلي لقياسات زوايا المثلث ألا وهو 180 درجة نبدأ العملية بحساب ما داخل الأقواس حسب ترتيب العمليات ف30 مضافة إلى 100 هي 130 نطرح 130 من 180 ليكون قياس الزاوية المجهولة في هذا المثلث هو 50 درجة بالطريقة نفسها سنسمي الزاوية المجهولة بسين مثلاً وباتباع القاعدة مجموع قياس زوايا المثلث 180 درجة نقوم في البداية بجمع الزاوية المعلومة التي قياسها 60 درجة و65 درجة ونطرح هذا المجموع من المجموع الكلي لقياسات زوايا المثلث وهو 180 درجة وحسب ترتيب العمليات نبدأ بما داخل الأقواس فبجمع 60 إلى 65 يكون المجموع هو 125 وبطرحها من المجموع الكلي لقياسات الزوايا وهو 180 يكون قياس الزاوية المفقودة في هذا المثلث هو 55 درجة في مثال آخر لدينا الشكل التالي في البداية طلب مننا إيجاد قياس الزاوية با ألف جيم الموضحة نلاحظ أن هذه الزاوية تقابل بالرأس الزاوية التي قياسها 83 درجة لأنهما نتجتا عن تقاطع مستقيمين وهما غير متجاورتين وبالتالي قياس الزاوية المطلوب با ألف جيم هو 83 درجة للتقابل بالرأس لإيجاد قياس الزاوية با جيم ألف الزاوية الداخلية المفقودة في المثلث نقوم باتباع القاعدة أن مجموع قياس الزوايا المثلث هو 180 درجة فنقوم بجمع الزوايا المعلومة داخل المثلث والتي قياسها 83 درجة و75 درجة ليكون المجموع هاتين الزاويتين 158 درجة بعد ذلك نطرح هذا الناتج من المجموع الكل لقياسات زوايا المثلث ألا وهو 180 درجة ليكون الناتج الطرح 22 درجة وهو قياس الزاوية با جيم ألف باتباع قاعدة مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة نلاحظ في مثالنا التالي أن الزاوية سين صاد لام تجاور الزاوية لام صاد عين على المستقيم سين عين والزاويتان المتجاورتان مجموعهما 180 درجة أي أنهما متكاملتان وبالتالي لإيجاد قياس الزاوية لام صاد عين نطرح 180 ناقص 128 ليكون قياس الزاوية المطلوبة لام صاد عين هو 52 درجة نلاحظ أن الزاوية عين أو الزاوية صاد عين لام وضع عند رأسها مربع للدلالة على أنها زاوية قائمة أي أن قياسها 90 درجة ولإيجاد قياس الزاوية صاد لام عين نقوم بجمع الزاوية الداخلية المعلومة في المثلث أي 52 مضافة إلى 90 ليكون المجموع هو 142 درجة ونطرح هذا المجموع من المجموع القياس الكلي لزوايا المثلث والذي هو 180 درجة ليكون الناتج هو 38 درجة وهو قياس الزاوية صاد لام عين إذن وذلك باتباع القاعدة مجموع قياسات زوايا المثلث هو 180 درجة وننتقل إياكم أعزائي الطلاب إلى درس جديد نبدأ وإياكم أعزائي الطلاب درسنا الثاني لهذه الحلقة وهو درس المضلعات ومجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي المضلع هو شكل مستوى مغلق أضلاعه عبارة عن قطع مستقيمة في هذا المثال سنصنف المضلعات حسب عدد أضلاعها وبالتالي نلاحظ أن المضلع الأول يتكون من ضلع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أي أن عدد الأضلاع ست أضلاع فنسميه شكل سدسي أما المضلع الثاني يتكون من ضلع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع أضلاع فهو شكل سباعي بنفس الطريقة للمثالين الآخرين فالشكل في المثال جيم مكون هذا المضلع من ستة أضلاع فهو أيضا شكل سدسي أما المضلع الأخير يحتوي على خمسة أضلاع فقط فهو شكل خماسي إذن تصنف الأضلاع حسب عدد الأضلاع المضلعات حسب عدد الأضلاع في هذا المضلع لدينا قاعدة تنص على أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي أي أن كان هذا الشكل الرباعي هي ثلاثمائة وستون درجة وباتباع هذه القاعدة سنجد قياس الزاوية المجهولة في الأشكال الرباعية في مثالنا التالي ففي الشكل الأول لدينا ثلاث زوايا داخلية في الشكل الرباعي قياس الأولى خمسة وأربعون درجة والثانية مائة وعشر درجات والثالثة خمسة وستون درجة أما الزاوية الرابعة فقد جهل قياسها بالنسبة لنا حتى نعرف قياس هذه الزاوية سنقوم باتباع الخطوات التالية سنسمي الزاوية المجهولة بسين ونتبع القاعدة مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي ثلاثمائة وستون درجة نقوم بجمع الزوايا المعلومة أي خمسة وأربعون مضافة إلى مائة وعشرة ثم مضافة إلى خمسة وستين وبعد الانتهاء من الجمع نطرح من المجموع الكل لقياسات زوايا الشكل الرباعي ألا وهو ثلاثمائة وستون درجة نبدأ باستخدام ترتيب العمليات بإجراء ما داخل الأقواس فنجمع الزوايا الثلاث ليكون مجموعها مائتان وعشرون درجة نطرح من المجموع الكل لقياسات زوايا الشكل الرباعي وهو ثلاثمائة وستين ليكون قياس الزاوية المفقودة هو مائة وأربعون درجة نلاحظ في الشكل الرباعي الثاني أن أحد الزوايا وضع عند رأسها مربع للدلالة على أنها زاوية قائمة فقياسها تسعون درجة لإيجاد قياس الزاوية المفقودة التي أسميناها سين نقوم بجمع الزوايا المعلومة خمسون درجة وتسعة وسبعون درجة وتسعون درجة وطرح هذا المجموع من المجموع الكل لقياسات زوايا الشكل الرباعي وهو ثلاثمائة وستون درجة المجموع الكل داخل الأقواس هو مائتان وتسعة عشر درجة نطرحه من ثلاثمائة وستين درجة ليكون قياس الزاوية المجهولة هو مائة وواحد وأربعون درجة مثال آخر لإيجاد قياس الزاوية صاد ميم عين نلاحظ أن هذه الزاوية صاد ميم عين تتجاور مع الزاوية صاد ميم واو على المستقيم واو عين والزاويتان المتجاورتان على مستقيم واحد متكاملتان أي أن مجموعهما مائة وثمانون درجة ولإيجاد الزاوية صاد ميم عين نطرح مائة وثمانين ناقص ثمانين ليكون قياس الزاوية صاد ميم عين مساوين لمائة درجة والسبب التجاور على خط مستقيم لإيجاد قياس الزاوية صاد وهي الزاوية الداخلية الوحيدة المفقودة في هذا الشكل الرباعي نلاحظ أن زاويتين اثنتين وضع عند رأس كل منهما مربع للدلالة على أنهما زاويتان قائمتان وقياس كل منهما هو تسعون درجة وبالتالي لإيجاد القياس الزاوية المفقودة نقوم بجمع الزاوية الداخلية المعلومة تسعون وتسعون ومائة ونطرح هذا المجموع من المجموع الكلي لقياس زاوية الشكل الرباعي وهو ثلاثمائة وستون درجة ليكون الناتج هو ثمانون درجة وذلك باتباع القاعدة مجموع قياسات زاوية الشكل الرباعي هو ثلاثمائة وستون درجة وبالانتقال إلى مثال آخر نلاحظ أن في هذا المثال طلب مننا إيجاد قياس الزاوية دال واو ها نلاحظ أن دال واو ها تتقابل بالرأس مع الزاوية التي قياسها ستون درجة لأنهما زاويتان نتجتا عن تقاطع ممستقيمين وهما غير متجاورتين وبالتالي فإن قياس الزاوية دال واو ها هو ستون درجة للتقابل بالرأس لإيجاد قياس الزاوية واو ها يا نجمع الزواية الداخلية في الشكل الرباعي والمعلومة عندنا والتي قياسها ستون مئة وعشرون ستون ونطرح هذا المجموع من المجموع الكلي لقياسات زوايا الشكل الرباعي وهي ثلاثمائة وستون درجة بجمع هذه الزواية نجد أن المجموع هو مئتاني وأربعون درجة وبطرح هذا المجموع من الثلاثمائة وستين يكون الناتج مئة وعشرين وهو قياس الزاوية واو ها يا باتباع القاعدة مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي ثلاثمائة وستون درجة وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد نتهينا من هذا الدرس شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم